في الفيديو الأخير تعلمنا القليل حول قائمة الدخل وكيف يبدو شكلها عند تسجيل عائدات ومصاريف شركة عادية تبيع القطع الكهربية وفي هذا الفيديو أريد إيجاد الصلة بينما تحدثنا عنه في الفيديو السابق فيما يتعلق بالسعر لكل حصة وسنتحدث عن ربحية السهم في هذه الحالة كما وسنتناول أيضا الشبه بين قائمة الدخل والميزانية العمومية لقد أشرت في الفيديو السابق أنني سأتحدث عن هذا الأمر لكن أدركني الوقت سأقوم بمراجعة سريعة لما أخذنا ربما كنت قد شاهدت الفيديو السابق لكن في حال لم تشاهد إن العائدات هي عبارة عن ثمن القطع المباعة المستلم لنفترض أن هذه القائمة تعود للعام 2008 بعت في ذلك العام ما قيمته 3 ملايين دولار من القطع هذه هي تكلفة البضائع المباعة سنفترض أنني بعت ما قيمته 3 ملايين دولار من القطع وقد بلغ سعر القطعة الواحدة دولارا واحدا وسنفترض أنه كي أنتج الثلاثة ملايين قطعة وأبيعها بدولار بلغت تكلفة تصنيع القطع الواحدة فاصل ثلاثة دولارات أو سنفترض أنها تبلغ فاصل ثلاثة وثلاثين دولار من مئة بالتالي أصبح مجموع تكاليف أو ثمن البضائع المباعة يساوي مليون دولار ما يعني أن الربح الناتج عن بيع ما قيمته 3 ملايين دولار من القطع يساوي مليوني دولار لكن لا تتوقف المصاريف عند ذلك فهناك مصاريف أخرى لا يمكنني وضع هذه الأموال في جيبي وحسب لدينا هنا مصاريف التسويق المبيعات ومصاريف عامة وإدارية بطرح تلك المصاريف يبقى بحوزتنا مليون دولار فقط وهذا كان مقدار الأرباح التشغيلية التي حصلنا عليها مما أنتجته شركة القطع الكهربية لكن لم ينتهي المطاف عند هذا الحد إذ تعلمنا من الفيديو السابق أن هذه الأموال ليست ملكا لنا كلها ويعود ذلك لوجود بعض الالتزامات الأخرى ففي هذه الحالة ندين بقيمة 5 ملايين دولار ما يعني أنه علي دفع فائدة مقدارها 10% من قيمة القرض بالتالي يتم خصم قيمة الفائدة من العائدات ليتبقى في حوزتك نصف مليون دولار أرباح قبل الضريبة وبالطبع تبقى الضريبة الحكومة ويمكنك النقاش حول ما إن كانت الحكومة تأخذ مبلغ كبيرا أم صغيرا وتتلخص الحجة التي تتذرع بها الحكومة في الدفاع عنها ومنع الدول المعادية من قصف مصنعي بالمقابل توفر الحكومة من خلال الضرائب عمالة متعلمة وطرقا جيدة وبنى تحتية متطورة وطاقة وما إلى ذلك إذن هذا ما يفترض أننا ندفع الضرائب لقاءة بالتالي يتبقى لدينا 350 ألف دولار أرباح صافية كثيرا ما يتحدث الناس حول مدخلات الشركات وهذا هو ما يتحدثون عنه الربح الصافي هو أرباح الشركة أيضا بالتالي عندما يذكر أحدهم بأن شركة جوجل جنت هذا الربع أربعة مليارات دولار نقصد بالربع ربع العام وهي فترة زمنية تتكون من ثلاثة شهور تشمل الفترة الواحدة ثلاثة أشهر متتالية من مارس إلى يونيو على سبيل المثال أو من سبتمبر إلى ديسمبر إذن كل ربع عام تذكر شركة جوجل أنها قد جنت أربعة مليارات دولار والتي تعني بهم حرفيا الربح الصافي للشركة كانت هذه بمثابة مراجعة لما تحدثنا عنه في الفيديو السابق والذي بدأنا به هذه السلسلة بالحديث حول سبب اختلاف أعداد أسهم الشركات المختلفة إذن سنرسم عددا من الأسهم لهذه الشركة سنكتبها باللون البنفسجي إذن هذه هي حصص هذه الشركة وسنفترض أن عددها يساوي مليون حصة من المرجح أن لا تكون قد سمعت مصطلح الواردات فقط بل ربما قد سمعت بمصطلح ربحية السهم أيضا ما يقومون به ببساطة هو قسمة صافي الأرباح أو الواردات ويقسمونه على عدد الحصص ليصبح لدينا الأرباح الخاصة بكل حصة قد يذكر البعض أن ربحية سهم هذه الشركة في العام 2008 كان يساوي قيمة ما ويبلغ صافي الأرباح 350 ألف دولار من كامل الربح وما ناتج قسمته على عدد الأسهم الناتج ساوي 35 سنة يمثل هذا العدد عن ربحية السهم الواحد قبل الخوض في قيمة السعر مقابل الأرباح الصافية أريد التوفيق بين قائمة الدخل والميزانية العمومية في هذه الفترة جنيت 350 ألف دولار بالتالي يمكنك الاستفادة من قائمة الدخل حيث تخبرك بما يحدث بين العمليات اللحظية المسجلة في الميزانية العمومية سنفترض أنه في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام 2007 بدت الميزانية العمومية الخاصة بالشركة بهذا الشكل لنرسمها هنا الآن لن أستخدم أداة المربع إذن كان لدينا هنا عشرة ملايين دولار أصول منها خمسة ملايين ديون يمكنك اعتبار التكاليف بمجملها التزامات والديون أو القروض جزء منها لنفترض أن الخمسة ملايين دولار هذه مسجلة كالتزامات هذا يعني أن أملاك حملة الأسهم أو القيمة الدفترية للأملاك تساوي خمسة ملايين دولار ولربطها بما تحدثنا عنه في الفيديو السابق إذا بلغ مجموع حصص الشركة مليون حصة وكانت القيمة الدفترية لأصول الشركة تساوي خمسة ملايين إن القيمة الدفترية للحصة تساوي الأصول مقسومة على عدد الأسهم نقسم الخمسة ملايين على مليون حصة لتصبح القيمة الدفترية تساوي خمسة دولارات هذه هي القيمة الدفترية للسهم تذكر هناك اختلاف بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية للأملاك فمن الممكن أن تكون القيمة التي يتم فيها تداول السهم تساوي عشرة دولارات أو سبعة دولارات أو حتى دولارا واحدا تلك هي القيمة السوقية للسهم الواحد بينما القيمة الدفترية للسهم هي حساب القيمة الدفترية للأملاك من ثم يتم قسمتها على عدد الأسهم تحدثت عن ذلك بعض الشيء في نهاية الفيديو السابق لكن في حال افترضنا أننا دفعنا عشرة ملايين ثمن الأصول هذا هو الرقم الموجود هناك سأتناول تلك الأمور بمزيد من التفصيل من ثم تطرح الالتزامات ليصبح لديك الرقم الموجود لدى المحاسبين قد تختلف القيمة السوقية عن الدفترية لكنها تفي السهم حقه بشكل أو بآخر لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع كثيرا لكن الآن دعونا ننتقل لهذه الفترة الزمنية وهي نهاية العام 2008 إذن لقد انتهى العام 2008 بالتالي أصبحنا في الأول من فبراير من العام 2009 أو لنفترض أنه الحادي والثلاثين من ديسمبر لعام 2008 لا يهم الأمر كثيرا يمكنك إضافة أو إنقاص يوم فهو يوم إجازة على أي حال أصبح لدينا ميزانية عمومية جديدة لكن ما الذي حدث هنا؟ خلال العام الحالي جنينا بعض المال ولن أخوض في المحاسبة على أساس الاستحقاق أو على الأساس النقدي في الوقت الراهن سنصل إلى ذلك في النهاية لكنني أود إعطائك خلاصة ما يحدث لقد جنينا في العام السابق 350 ألف دولار بالتالي زادت قيمة الموجودات أو الأصول بمقدار 350 ألف دولار ولربما كانت الزيادة نقدية أو ربما كان الناس يدينون للشركة ب350 ألف دولار أي كانت الزيادة في خانة الذمم المدينة سأقوم بشرح فيديو كامل أو سلسلة عن الذمم المدينة إنها شكل من الأصول وتعني بأن أحدهم يدين لنا بالمال لكن أي أن كانت الطريقة التي زادت فيها الأصول من هذا المبلغ من المال ستزيد قيمة الأصول بهذا المبلغ من المال خلال السنة بالتالي أصبحت الميزانية العمومية على نهاية عام 2008 تبدو هكذا انتهى العام 2008 سنرسم عام 2008 بحلول نهاية العام الذي زادت فيه قيمة الأصول بعض الشيء أصبحت قيمة أصول الشركة سأكتب هذه الأعداد بالآلاف إذن أصبحت هذه القيمة تساوي ويمكننا كتابته في صورة أخرى كما يلي لقد سددنا قيمة الفائدة على القرض في هذا المثال تبدو غالبية قروض الشركات بهذا الشكل سنتحدث لاحقا عن جدولة إطفاء الدين وكيفية سداد الدين بالكامل لكن على النقيض من الرحل العقاري يتوجب عليك سداد الفائدة كي يبقى عليك نفس قيمة الدين الأساسية دون زيادة على الأقل لم نسدد أي من قيمة القرض الأساسية بالتالي لا يزال الدين يساوي 5 ملايين دولار وماذا عن قيمة الأملاك الباقية؟ حسنا لم يتم سداد القرض بعد تندرج كافة الأرباح تحت بد حقوق الملكية بالتالي تبلغ قيمة حقوق الملكية التي في حوزتنا 5 ملايين و350 دولار وهذه هي الطريقة التي من خلالها قد أفكر بأرباح الشركة والتي من المفترض أن تفكر بها أيضا في هذه الحالة جنينا 350 ألف دولار في هذه السنة أو فاصل 35 للسهم يشير هذا الأمر بشكل أساسي لما حدث حين تم الانتقال من ميزانية عمومية لأخرى بالتالي يعبر هذا الرقم عن مقدار زيادة أملاك الشركة وهي الأرباح إذن 350 دولار هي عبارة عن أرباح الشركة في العام المنصرم وهناك موضوع أود تطرق إليه ألا وهو عائد الأصول حيث والتي تساوي الأرباح التشغيلية مقسوما على الأصول ومنها استنتجنا أن نسبة عائد الأصول يساوي 10% من قيمة الأصول وقد تتساءل قائلا لما لا تنمو الأصول نتيجة لهذا الرقم ولا تنمو قيمة الأصول لتصل لهذا الرقم وذلك لأنه لا يزال علينا دفع الضريبة المترتبة على هذا المبلغ حتى وإن لم يكن علينا أي ديون لا يزال ينبغي علينا سداد قيمة الضريبة ولم تكن هناك أي ضرائب لاختفى هذا السطر هنا لكن حينما يتحدث الناس حول عائدات الأصول والتي قمت بحسابها في الفيديو السابق فمن الجدير بالذكر أنه يتم التمييز بينهما فقد تكون إما عائدات الأصول قبل الضريبة أو عائدات الأصول بعد الضريبة في هذا المثال والذي شرحته في الفيديو السابق يمثل هذا الرقم الذي توصلنا إليه عائدات الأصول قبل الضريبة كان ذلك واضحا إذن نستنتج أن الميزانية العمومية تشير إلى لحظات معينة في زمن ما إنها تشابه إلى حد كبير حسابك البنكي ما هي قيمة حسابك عند لحظة محددة في حين نجد أن قائمة الدخل تشير لكيفية الانتقال من ميزانية عمومية إلى ميزانية عمومية أخرى وسنتعلم المزيد حول قائمة التدفق المالي والتي تقوم بالتسوية بين قائمة الدخل مع ما يحدث في حسابك المالي أو كيفية حدوث الحركات داخل الميزانية العمومية وسنتحدث عن ذلك لاحقا لكن على أي حال بدأنا هذا الفيديو بالحديث عن ما هو رخيص وما هو غال بالتالي سنطرح السؤال التالي كيف يمكنك أن تقرر ذلك إن لم تستطع التعامل مع ذلك بالعملة الحقيقية في الواقع لقد أدركت أنني تخطيت العشر دقائق أراكم في الفيديو القادم قادم قادم